اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هعمل معاكم كيكة بحبها جدا هي كيكة المربل كيك من الكيكات البسيطة جدا والنجحة جدا تستهل احنا نجربها بجد لانها تستهل التجربة الكيكة ديت من الكيكات البسيطة عاملها لكم بالطريقة الاصلية كيكة بتطلع هشة جدا حلوة طعمها بيكون حلوة قوي ومكوناتها بسيطة وما بتاخدش وقت خالص في في الطريقة كمان الكيكة ديت حلوة قوي الصبح مع كوباية شاي كوباية حليب حلوة قوي للفطار تعالوا نشوف المكونات ونعملها سوا ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة تعالوا نشوف المكونات زيت كوباية الا ربع من الزيت وكوباية من الحليب وكوبايتين من السكر بس السكر ما هيكونش كوباية مليانة قوي زي ما احنا شايفين بصوا اهي يعني نقصة زي سنتي كده اقلت صباة وكمان معانا اربع بداط اربع من البيض وفانيليا وزر من الملح ونحط خل وكيك الشيف كيك الشيف دوت حلوة قوي لان هو بيبقى في محسن كيك وكمان بيكنج بودر فبيخلي الكيكة نجحة جدا وبيخلي لون الكيكة كمان فاتح انا بحب اعمل دايما الكيكة بالزبادي بتطلع حلوة قوي عن اللبن طب انا نهاردة ما عندي الزبادي هعمل ايه عندي لمونة هعصر لمونة دايما علي كوباية الحليب اه بالشكل ده كده وحط عليها كمان معلقة من الخل ديت واللمونة هتخلي الحليب معانا يجبن شوية كده زي الزبادي هنسيبه بس على جنب لغاية ما نبدأ نعمل مكونات للكيكة نهاردة دي تنقدر ان احنا نضربها بالمضرب باليدوي او في الخلاط انا بصراحة بحب الخلاط لاني بسهل علي على طول عمل الكيكة هنحط كل حاجة في الخلاط ونضربها هننزل الاول بكوباية الا ربعة من الزيت ممكن نحط سامنة لو بنحب ممكن نحط زبدة حسب ما بتحبه هعملها النهاردة خفيفة كده وهننزل بكوبايتين من السكر او الكوباية هي وقادي تاني كوباية السكر الكيكة لازم ان يكون سكر لونه ابيض زي ما انتم شايفين لاني لو اسمر السكر لونه غامق بيسمر الكيكة بيعمل فيها زي ايه زي حبوب صغيرة كده انها سمرة في قلب الكيكة ده بيكون من السكر الغامق بيسمر قلب الكيكة طيب كده حطينا الزيت حطينا السكر هننزل بالاربع بدوط مفيش اسهل من كده كل مكوناتنا في الخلاط نكون متأكدين طبعا ان البيض دوت يكون بيض كويس يعني بصة هون لو مش متأكدين بنجرب بيضة بيضة في طبق زي ما احنا شايفين حطينا الزيت حطينا السكر حطينا البيض بدل حطينا بيض هنحط ربع معلقة من الفانيليا اذا كانت سائلة او فانيليا عادية وزرة من الملح زرة الملح ديت اساسية في الكيك طيب هنعمل ايه تاني هننزل بكوباية اللبن الرايب اللي احنا حطينا بصوا بقى زباديه هننزل بالكوباية ديت اهو بصوا بقى قطع من الزبادي ده لو مش عندنا زبادي اهو عندنا زبادي بنحط كباية كبيرة كده من الزبادي طيب انا بحب عملها بالحليب عادي منعملها بالحليب وتطلع حلوة بس انا بحب عملها بالزبادي بتطلع كده لونها فاتح وزي النايتي بالزبط هنبتدي ندرب كل المكونات ديت في الخلاط حابين تضربوها بالمضرب اليدوي تمام اي حاجة نضربها بيا بس نضرب كل المكونات ديت تضرب كتير جدا عشان كل ما بنضرب بمكونات الخليط الكيك بيطلع معانا كيكا نجحة جدا كده تمام دربنا كل المكونات كويس جدا بصوا لغاية لما يكون في فقعات كده من فوق ولون الخليط بقى لونه فاتح مش غامق كده اعرف ان الخليط الدرق كويس انا ضربته يعني زي ايه اه ست دقيق كده اضرب وطبعا ببطل الخلاط واضرب وبطل الخلاط عشان برضو الخلاط عندنا ايه ما يجرلوش حاجة طيب هتدي دلوقتي احضر الدقيق احط الدقيق دقيق للخليط دوت للكيكا ديت هحط تلات كبايات من الدقيق نفس الكباية اللي انا عيرت بيها الزيت والحليب هي نفس الكباية اللي عيرت بيها الدقيق دول تلات كبايات بس طبعا حسب نوع الدقيق ممكن ياخد اقل او ازيد وهاقول لكو برضو اخد دي بس دولت لكو بات انا اه معيراهم طيب احط على الدقيق الباكو كله بتاع ايه كيك الشيء و هنقلب مع بعضه كده ها الدقيق برضو علشان انتو الدقيق ما تعرفوش اذا كان هياخد الخليط هياخد كمية الدقيق كلها ولا لا ممكن نشيل زي نص كباية كده على جنب قبل ما نحط ايه كيك الشيء عشان لو اللي عاجينا ما اخدتش كل الدقيق هنبتدي دلوقتي اصب كل الخليط اهو بصوا الخليط نحس كمان لما بيتدرب بيتقل شوي ما بيبقاش خفيف خالص كده تمام و هنبتدي ننزل بالدقيق بالتدريق ما نحطش الدقيق كله ونقلب ونقلب في اتجاه واحد اخبط الكيك لما بنيجي نعمل الكيك بنكون مشغالين فرن البتجاز اول ما نبتدي نعمل الكيك عشان لازم ان الكيك بتتحطين في الفرن وهو صغر انا كده حطيت الديق كله وهي حلوة قوي ومش هتحتاج ولا دقيق ولا دقيق كمان هيتكون كشير طب انا لو عامل الكيك ده واتقل معي ممكن ازود معلقتين لبن هتخفز طب لو خفيفة بزود دقيق عادي بسو الخليط ده حلوة قوي كده مش هزود له اي حاجة هصب نص نص الخليط او ربعه في اي طبق عندنا علشان هنحط ايه كاكاو دوت كاكاو خامش محدود عليه سكر خالص علشان هعمل في قلب الكيك جزء من تحت كده بالكاكاو شوكولاتة والجزء الثاني فانيلي زي ما احنا شايفين حلوة قوي هاخد جزء كده من الخليط ده هصبه هنا حسب ما بنحب لو حابين اكترية الكيكة بتبقى لونها كاكاو شوكولات بنزود في الخليط ده مش حابينها كلها شوكولات خلاص بنزود الفانيلي عن الشوكولاتة طيب احط قد ايه من الكاكاو دوت حسب ما انا بحب بحب لونها غامق بزود بحب لونها رفيف خلاص انا هحط زي معلقتين كده وهقلب احتاجت تاني هحط ما احتاجتش خلاص لو حسيت ان الخليط تقل معي بزود معلقتين من الحليف هي كده حلوة قوي انا مش هحط اه اه كاكاو تاني ولا حاجة بصوا اللون حلو قوي كده كده تمام بصوا الخليط اهو هنحضر السينية اللي عم صبه فيها خلاص كيك السينية ديت انا حط فيها ورقة من الزبدة هنا زيت من تحت وزيت من فوق ورقة الزبدة المربل كيك تتحطي في قالب انا لا لديه قالب هاعمل ايه؟ بصوا برطمان زي كده او كباية كبيرة وبدهنها زيت من برا كده وحطها في نص الصينية عشان تدي شكل حلو وتتقطع زي القلب بالزبط ما نقلق شيء البرطمان مش هيجراله حاجة او كباية ايه بتتحطي في النص كده وهنصب خليط الكيك تعالوا بقى نصب خليط الكيك هنصب ال الفاتح الاول اهو بالشكل ده كده تمام سبيت الفانيليا الاول بعد كده هنحط الشكلة في النص بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده بصو كده تمام هندخل للوقت سنية الكيك في فرن البتوجاز اللي احنا مشغالينه مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة وهنطلحها ونشوفها مع بعض عايز اقول لكم كباية الدقيقة اللي انا حطيتها في الكيك دوت اللي هما التلات كبايات مكنوش كباية هرامية لأ كباية زي كباية السكر كده هدخلها تستوي وبعد كده هنشوفها مع بعض بصو كده الكيكة بعد ما طلعت من فرن عايز اقول لكم رحيتها تحفى طبعا بنجربها بخلة او باي حاجة عندنا نشوفها الاول استويت ولا لا لو الخلة طلعت نضيفها ما فيهاش اي عاجين بندفي بس بها بفرن البتو جايز لغاية لما تهدى بقى كيه بخلحها تعالوا بقى نشوفها مع بعض نشيل البرتمان ده ونقطحها ونشوفها اول حاجة بنسلك حوالين بس ايه البرتمان كده بعد كده يعني فكرة سخنة برضو مبردتش قوي هي مفروض بتتقطع وهي سخنة بصو البرتمان تلع بكل سهولة وسليم عشان تكونوا عارفين برضو هبتدي بقى قلبها ونشوفها هنسلك برضو حراف السينية كده ها وبعد كده نقلبها هحط الطبق بالشكل ده ونقلب الكيكا كده اهي بصو الجمال بنشيل طبعا ورقة الزبدة من عليها اللي احنا كنا حطينها اهي بالشكل ده بصو بصو حدو ازاي بصو الجمال ده حاجة كده تحفة بصو هقطعها برضو ونشوفها من جوة عايزة قدلكم ما نقطعش الكيكا لو هو بارد بصو قد ايه طرية وهشة و جميلة بصو الجمال ده مفيش احلى من كده كيكة طرية قوي وهشة وجميلة ونجحة جدا اهي بصوا كده بعد ما قطعت الكيك تحفة 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 بصوا جمال حاجة كده تفتح النفس مع كوباية الحليب الصبح للفطار بصوا مفيش احلى ولا اجمل من كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلوكم اشعار بكل فيديو جديد بنزلوا في قناتكم على اليوتيوب اقولوكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد